الآن في الملتبل كوانتيفاييرز أخذنا كيف نفهم الأوردر ترتيب الكوانتيفاييرز لما كان أكثر من واحد الآن نريد أن نتدرب بس مور إجزامبي على هاو توفورماليز وفيرباليز فأنا لو عندي there exist x there exist y not love x y هاي شو هاي معناها بالكتابة بالحكي يوجد there's something not love something somebody does not love somebody بعض بعض الأشخاص لا يحبون بعض الأشخاص طب اللي بعدها هاي كل الأشخاص لا يحبون كل الأشخاص يعني لا يوجد أحد يحب أحد لا أحد يحب أحد كل شخص لا يحب أي شخص هاي بعض الأشخاص لا يحبون أحد بعض الأشخاص لا يحبون أحد يحب أحد لا يحب أحد لا يحب أحد أو يوجد شخص لا يحب أي شخص يعني فيه واحد يحبش حدا ولا حالو طعا فكرة ولا حالو بس حنا ما نقولش ولا حالو لأنها باية ضمنية هاي كل الأشخاص كل الأشخاص كل الأشخاص لا يحب أحد لأنها بحب y ويحب y ويحب y وي هلا بجوز واحد يسألني بقدر هاي أحق كبه لها عادي طبعا لا بتغير الجملة كاملة تغير الجملة كاملة فهاي إيش x المحبوب يعني everything is not loved by somebody everyone is not loved by someone كل شخص يوجد آخرين لا يحبونه هل هناك أي سؤال؟ دكتور بضلي بالسلايدات اللي أنا طبعتهم الموجودين على الموقع تبعك كان فيه إشياءات محلولة على إف و ذين يعني سهم اعتمدي هاي المسحة طب هادو من وين؟ حلص اعتمدي هاي المسحة من ويندمش أن تخل حالة نكاش عسان إنسجل جميعا حالة اعتمدي هاي المسخة هي دائما الهاتف الحيرة هي الصح هي الأصح فتقدر تبعثلنا إياها؟ موجودة إونلاي ميه هاي الموجودة إونلاي أعطب تعائم هاذا بجوز نزلتي هزمان هاذا مثال ثاني في فيرباليس لهذول في عنا مثال في عنا ثلاث أشخاص وفي عنا منيو تتكون من أربعة ستيشن الصلاة والمينكورس والدزير والبفريج ستيشن في الصلاة مثلا عنا غير صلاة وفروض صلاة وإلاخ طيب هنا في جملة بتقول there exist an item 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 such that all students s s choose y هلا انتم تتعودين على طريقة الكتاب هذه طريقة الكتاب بس إذا بدأ أكتب there exist i كيف ننقل there exist i تنتبه إلى item تكتب لكم أول وحادي بعدين تصير كل شي سهر أنا بس دي جاكتبها باللغة أنا بس بدي كتبها بالمنطق كمان مرة صادت there أو for all s تنتمي إلى student وإنه choose as i هاي شو هي معناته كل item sorry hi there exist there exist item معناته في item أول الشي student chose item there exist item it's chosen by there exist item chosen by all students there exist item chosen by all students هل في item هون كل الطلاب اختاروه آه هاي بي هاي الجملة true هلا there exist a student and for all items as choose item معناها في طالب اختار بعض ال items as chose i احنا كنا for there exist as for all y for all i وانو chose as chose i فهاي يعني انو في student اختار كل ال items مظمو هاي في student اختار كل ال items هلا طبعا طبعا انطلعو مش معاها انو اختار من station هاي اسمها station هاي اسمو item وهار item وهار item وهار item وهار item وهار item طبعا لا there is a student who chose every available item لا هاي هاي انا عملت ميوت واحدة شوو اه اللي رفع ايديهم عملت لهم عن ميوت دكتور خلص وقت المحاضرة الو خمس دكايك طيب انا بدي اكمل الشرح حتى نتسجيل واللي بتدوه يطلع يطلع في عنا there exist a student there exist us for all stations E E Z there exist us there exist us for all Z there exist item وعنا us chose S I هى كمان معلومة هون and انه A و N M H اللي هي اللي هي انه I موجود في Z يعني في student و there for all Z اللي هي station و I I اللي هي item موكول chose S I بس كابل ما نقول ممكن نكره هاي اسهل لنا بالبداية موكول انه I موجود بS و S chose I هاي الجملة يعني معناها there is a student who chose at least one item from every station from every station there exist a student في طالب اختار item من كل station اللي هو من كل station اللي هو موكول انتين هي اختار من هاي station اختار من هاي station اختار من هاي station اختار من هاي station الى بعده سو بتقول there exist S there exist station Z أنا بدل أكرار there exists for all for all S for all Z there exists I وإنه I موجود في N في Z I موجود في Z M chose S I يعني في كل الطلابة الـ S الكل الـ Z يعني كل stations في item في item اختاروا S وهذا الـ item في item اختاروا كل طالب وهذا في كل station يعني every student chose at least at least one item from every station every student chose at least one item from every station every student chose at least one item كل طالب هون كلنا there exists على فكرة هون for all يعني كله طبعا نتيجة false طيب الآن بدنا نوخذ اللي هو ونكمل الفيرس يعني كيف نعمل فورماليزيش وفورماليزيش بدان الفيرس وانترلوجيك وبدنا نكمل وبدنا نوخذ وكلنا اللي هو واسم شخص والوالد طبعا اللي هو مربع هاي المصفوفي من الدوائر والمثلثات والمربعات ومعات فطريقة توصفة الجمل المكتوبي هون مكتوبي بأسلوب الكتاب هي مش جمل طبيعي هي جمل مو باعتبرها فيرس أردالوجيك بس احنا الآن نتعلم ها في هادي سلايد نتعلم كيف نكتبها النوتايشن السلوب اللي اتعلمنا خلال هذا التجمع فمثلا لما نقول فور أول سيركل إكس إكس إيز أبوب إذ فكيف بكتبها بقول فور أول إكس تنتمي إلى سيركل وبعدين سجدات نقول أبوب أبوب اسم البريديك وهالأبوب بذلك تأخذ two parameters أو two arguments واحد نقول إكس إكس أبوب إيف إكس متغير هاي إكس متغير بس إيف إيف مبارا عن كونستان كونستان إذا منتطلع على هاي الشكل منتطلع وين إيف هاي 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 ونقول إنه كل المدوائر هي فوق إيف إذا ما كنت لكم كم عشان ما تخربش فوق معناها مش معناها بنفس الخط مش معناها بس فور لأ معناها فوق بكل المصفوق هاي أول شي هاي هاي أول إشي آه جميل إنه طلعوا ذكروا لي أنا كيف حليت كل الدوائر أبو إيف ممكن أكتبها بالأسلوب الثاني اللي مكتوبة في بالسلايد for all x يعني أي إشي such that إذا سركل x إذا x is a circle يعني بكتبها سركل هاي اسم predicate اسمه سركل وهاي x x بحمل صفة إنه سركل أو إذا بحمل أي إشي إذا كان x سركل بكون أبو above f هالإبس ها بكون above f شو بتخلف هذول الجملية اللي فوقها ولا إش هذول الجملتين نفس المعنى f يعني أي إشي إذا كان سركل بتكون above f ولو أي سركل بتكون هي above f أي سركل أو كل السركل above f بتكون نفس ما طيب اللي بعده there exist there exist a square such that x is black يعني في square في مربع x x متغير في مربع there exist مربع وحاذا المربع ما له black لونه black لونه أسود بقول there exist x بقدر بقدر أقول برضو تنتمي وبقدر أقول بقدر أقول تنتمي إلى square وx black نفس الإشي زي لفوق وبقدر أقول إنه إذا عندي square مش إذا square x and black x هاي there exist x such that x هو square وبلاك يعني في إشي مربع وماله ولونه أسود طيب بدأ بحبس هلا هاي وحد الثاني فيها أكثر من quantifier for all circles x for all circles x for all x for all x time there exists there exists square لكل circle x there exist y في y هو square يعني لكل دائرة في مربع سجد x y have the same color يعني لكل دائرة يعني نوخ الدائرة معين هاي الدوائر لونها gray لونها أزرق لونها أزرق كنت بس أتركوا إياها يعني أول شي في مربع في مربع لكل دائرة سوري لونه زي لون دا لكل ماشي كراها كراها بحاول أكلها كراها عمي يعني دليل مبسطة كثير كل دائرة في مربع له نفس لونها كل دائرة في مربع له نفس لونها يعني هاي دائرة في مربع لونها آ هاي هاي دائرة لونها أزرق في مربع لونها آ هاي هاي الثاني أزرق نفس فأنا شو بقول كل دائرة for all squares x for all إذا كانت سركل لن أبعد دائرة for all x سركل x إذا كانت x سركل there exist there exist x y y طيب وبكون هال y هذا في square كل ما y لون لونه y ولونه same same color x y x y يعني أي 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 إش فجد كل دائرة أي إش فيه إلو صفة إنه دائرة في إلو مربع إلو نفس اللون الآن دائرة أغير لون الكتابي عشان بس أضيف عليها طب أستاذ بقدر أكيد هاي من هون وحط هون وقول y سير وأشطب هاي من هون a a طبعا ما بصير نفس الإشي أهم إش أهم إش إنه كوين وردت واي هاي وردت واي هون صح لازم الكوانتيفاير يكون كابلا ممنوع يبكى بعد بس تقدر تنكلهم إذا بدك بس تدير ك يقدين نفس المعنى تثبت هلأ كيف الكتاب حالها for all circles أنا نفس اللي حليته أنا for all circles there exist why الون نفس الون طبعا يحط أكواس آه يفضل يحطوا أكواس عشان تنتم ما تتخربشوش بس اللي بتخربشش يعني برضو ما فيش لاعي مبات إذا إذا كان تأكد إلي بقدر جي صح آخر وحادي آخر وحادي شو بتقول there there is a square x there is a square x there is a square x ما لو such that for all triangle y نفهم الجملة في مربع في مربع كابل كابل ما أكره كابل ما أكره لذا أكره x في مربع x هو على يمين y هل عاد يمين وش ما لننفربش فيه الأكيد بس مش 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 كي في مربع في مربع هاي عنا مربع هاي مربع هو على يمين y بس y شو هو y شو و y مثل طبعا فيه أنه مثل و مثل يعني نجي نطلق for all y يعني يوجد مربع على يمين كل مثل يوجد مربع إذا كانت اليمين من هذا الاتجاه بالنسبة هاي ففي مربع فعلا على يمين كل مثل هاي مثل هاي في الو آه آه هاي عنا كمان مثل فبنتأسف معناته اليمين الحف إذا بدأ تكون يجي من صح ده تكون في مربع على يمين آه يعني مدام هاي هون معناته هاي المثلثات وهاي عندي المربع على يمين ففي مربع على يمين كل مثل إذا بدأ كتبها في مربع there exist x square x وبعد there بقول مثلا and there exist for all for all y y مالو triangle y وبقول same same color look sorry at the right of y at the right of y and the right of one 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 x y في مربع و بكون y triangle for all y that is triangle بكون x at the right of y شوف كيف عملها نفس for all there exist square x and and هاي هاي شو بتقول هاي الناحة لاحظوا كل quantifier مسؤول عن الاسكوب زي ما اخدتوا بالبرمجة كل quantifier كيف كل variable كنا نعرفه جوه method نفس الاشي فهون هاي ال x بتعرف ال x هاي وال y هاي بتعرف كمان ال y هاي جاي كبيرا يعني within this whole فهذا there exists x there exists square x and for all triangle y x right of y هاي بس تفسير لجمل لبثال موجود بالكتاب هذا المثال مش مني أنا من الكتاب بس تفسير لأي في عندي كمان جمل سلايدين وبعدين منوقف هذا عشان بس نفسر هاي الجملية كابل ما نفسرها كابل ما نسوي كابل ما نكتب هاد اللوجيك بدنا نوخذ بس نذكركم مش نوخذكم تعرفوا هادا نذكركم بشي اسموه النظير الضربة ريسبريكال يعني شو هو الريسبريكال هو الريال نمبر هو الريال نمبر ستش دات A B يسوي واحد يعني مثلا شو النظير الضربة للخمسة كومس نظير الضربة للعدد اللي هو عدد معين إذا ضربتوا فيه شو بساوي الجواب ساوي واحد طيب هلا نحل هاي الجملية إننا نكتبها باللوجيك بقول لك Every none zero ريال نمبر هذا ريسبريكال كل عدد حقيقي مش سفر إلو ريسبريكال كيف أكتبها كل عدد حقيقي يعني إنه ها لو أخذنا مثلا U و V ضربناهم في بعض لازم يساوي واحد إذن إذن في عندي هون لازم أعرف U ولازم أعرف V كل عدد حقيقي ماهلو Every none zero has a a a ريسبريكال إذا هذا اللي من هاي الناحية U وهذا has a V معناته for all U for all U تنتمي إلى real numbers بس بس none zero none zero يعني أي عدد U أي عدد حقيقي لغير السفر لحد الآن there exist there exist V و V ينتمي إلى مين ينتمي إلى R مش شرطي بك ننزيل ينتمي إلى R يعني for all U ينتمي إلى non zero real number there exist V ينتمي إلى R such that إذا ضربناهم ببعض بسنب واحد هي نفس الجملة every non zero real number طلعوا هوا every none zero real number لي هاي لي لحد هاز A رسبري هاز A يعني هاز A يعني هاز واحد الـ A مرات بتعني زمعك كلنا مرات بتعني على فكرة أول ومرات بتعني صامن فأنتم بتكون مينيسيات تعرفوا الـ A شو معناها هاز A رسبري يعني إنو لو ضربناهم شو معنا هاز رسبري يعني يعني لو ضربناهم يساوي واحد طيب there is a real number with no reciprocate there is a real number there is with no reciprocate يعني U ضرب V لا يساوي واحد طيب الـ U يدها for all there is a real number طبعا ينتمي لـ R there is there exist رسبري يعني يعني فيه فيه ريال number ملوش رسبري ايوه هلا يعني إذا كلت هاي V ماشي هاي V هلا V تنتمي برضو لـ R احنا بنعرف إنو برضو العدد U وفيه 2 ريال numbers هاي طلع إذا حطيت هون for all إذا حطيت أول شي نجرب there exist وبدنا نجرب for all هون هلا إذا كلت there is real number there is another real number إذا ضربتهم ببعض بطلع الجواب لا يساوي واحد أهلا بس ها ليش معناتو إنو مالوش لس إمريكا إلو بس رقم ثاني إلو بس تطرب برقم ثاني إذا حطيت for all جو معناها إذا حطيت هون for all بتصير نقول في عدد real إذا ضربنا بأي عدد نطلعش الجواب واحد في عدد ريال في عدد خلينا نقول من نختصر كل عدد هو من الريال في عدد إذا ضربنا بعدد ثاني هي عدد إذا ضربنا بأي عدد الجواب بطلعش واحد وهي معنى الجملة اللي إحنا كاعدين نساوي إنو شو يعني there is a real number with no risk يعني إنو لو ضربتو بأي عدد ثاني مش حتصبت مش هيعمل مش هيكون يساوي واحد هاي بالنسبة there is a positive a smallest positive طلعوا بالإنتجر شو من العدد من الإنتجر تبلش في عدد أكل واحد نعرف شو بنا نقول في عدد أكل منه يعني بدنا نقول إنو في عدد مثلا M ينتمي لزل طيب hand list خليلنا نعمل list or equal في عدد هو less or equal عدد ثاني there is a smallest positive integer يعني في عدد ها ففي إذا بدي حط هون for there exist بدي حطيت هون there exist شو بصير الجملة بيقول في عدد معين أكل من عدد معين في عدد معين أكل من عدد ثاني بس مش هيك أصدق في أنا بدي أقول في عدد أكل من كل الأعداد طبعا أكل أو يساوي for all في عدد positive انتجار اللي بيكون أكل من من إيش من كل الأعداد هايا الحمد طيب وآخر جملة آخر جملة آآ بالكتاب شايفين بيكتب هيك الكتاب الأسلوب الكتابي طبعا هذي احنا نعملو في الانتحانة الأسلوب اللي أخدناها طيب بيقول there is no smallest positive real number يعني العداد الحقيقي في عدد أكل ما نسميه أكل عدد فيش فيه ما فيش لأنه كل عدد فيه أكل عدد أكل منه أووو فيه كل عدد في عدد يؤكل منه فأنا شو أقول كل عدد كل X ينتمي إلى ينتمي إلى R positive في عدد أكل منه يعني يعني هون مثلا less XY وهون عندي طبعا Y مالها تنتمي برضو إلى positive الرياض فإذا حطيت هون إذا حطيت هون for all يعني معناها إنه فيعة كل الأعداد أكلم من كل الأعداد إذا حطيت for all إذا حطيت there exist شو بصير النف كل عادد فيه إلو عادد بس هاي أنا خربت فيه إلو عادد هاي X Y كل عادد فيه إلو عادد أكل منه هيك معناه there is no smallest positive real number هذا الحل ونوقف قبل ما ننكي الجزء اللي ضعيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر